موسيقى خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي المبعوث الاممي الى اليمن يأمل في اطلاق عملية سياسية لحل النزاع في اليمن الولايات المتحدة تحذر من كارثة انسانية في حال شن النظام السوري هجوما على ادلب موسيقى هي التاسع والنص مساء بتوقيت مكة المكرمة سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم الى نشرة الاخبار الرئيسة لهذا اليوم في لغة الاشارة زميل محمد الاسمري تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله تقرير السنوي الرابع والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام الفين وسبعة عشر جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه في قصر السلام في جدة اليوم معالي وزير المالية الاستاذ محمد الجدعان ومعالي المحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودية دكتور احمد الخليفي ووكلاء المحافظ وقد اشهد خادم الحرمين الشريفين حافظه الله بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاهداف المرجوة ضمن رؤية المملكة لعام الفين وثلاثين ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح وقد القى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية دكتور احمد الخليفي كلمة اوضح فيها ان الاقتصاد الوطني شهد خلال عام الفين وسبعة عشر عديدا من المؤشرات الاجابية وان التقليل السنوي لمؤسسة قد استعرض العديد من المؤشرات الاحصائية الاجابية لعام الفين وسبعة عشر التي ابرزت قدرة اقتصاد المملكة على التكيف مع المتغيرات واكدت متانة القطاعين المالي والمصرفي فيه مبينا ان المملكة تتمر باحد اهم مراحل التحول الاقتصادي في تاريخها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة ومتابعة سمو ولي العهد مشيرا الى ان هذه المرحلة ستشكل باذن الله قاعدة جديدة ومتينة لانتقال اقتصاد المملكة الى افاق اوسع لتحقيق اقتصاد اكثر تنوعا ونموا اقتصاديا مستداما وقد التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة وحضر الاستقبال معالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الاستاذ تميم السالم استقبل معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل الجبير في مكتبه في ديوان المزارة اليوم سفير جمهورية ايرلاندا المعيلة لدى المملكة جون جرارد ماكوي كما استقبل معالي وزير الخارجية ايضا اليوم سفير جمهورية فلاندا المعيلة لدى المملكة انتي ريتوفوري وتسلم خلال الاستقبالين نسخة من اوراق اعتمادهما تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز الاسعود بلغ اجمالي عديد الحجاج الذين وصلوا الى المدينة المنورة بعد ان من الله عليهم باداء مناسك الحج حتى يوم امس اربعة مائة وخمسة عشر الفا ومائتين وخمسة واربعين حاجا وحاجة وفقا للاحصائية اليومية التي اعلنتها وحدة الاعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج في المدينة المنورة وقد بيانت الاحصائية ان ثمانية وعشرين الفا وسبعة مائة واثنين وتسعين مسافرا قد غادروا المدينة امس عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين الى بلدانهم هذا وقد اشهد وزير الاعلام الباكستاني فؤاد شودري بنجاح ادارة المملكة المستمرة في موسم الحج وثمن الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتمكين الحجاج من اداء مناسكهم بيسر وسهولة واضاف القول ان العلاقات بين المملكة وباكستان تشهد مزيدا من المملكة والحيوية في جميع الميادين يستضيف الاتحاد السعودي للامن السيبراني والبرمجة والدرونز في الرابع عشر من سبتمبر الجاري احداث ومنافسة نهايات سباق الدرونز العالمية دي ار ال الفين وثمانية عشر على ارض مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مكة المكرمة مما يسهم في النهوض بقطاع البرمجة والدرونز وتطويره اكدت الرئيسة التنفيذية للاتحاد السعودي للامن السيبراني والبرمجة والدرونز نوفر كان ان مبادرة المملكة باستضافة هذا الحدث النهائي العالمي تأتي ضمن التزامها بتطوير قطاع البرمجة والدرونز والذي تشهده المملكة في سعيها المستمر لتحقيق رؤية الفين وثلاثين نظمت جامعة ام القرى بل ام القرى متقال لطلاب المستجدين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم اضافة الى اطلاعهم على الخدمات والبرامج المقدمة داخل ارويقة هذه الجامعة عمدت جامعة ام القرى الى اقامة ملتقى الطلاب المستجدين لتعريفهم بالدور الذي تقوم به العمادات والادارات في الجامعة وبرامج الاندية العلمية والاجتماعية وكيفية المشاركة بها عشرة الاف طالب وطالبة نستقبلهم في ملتقى المستجدين بوابة المستقبل والذي يعني يستقبل فيه طلاب وطالبات جامعة ام القرى الحديثي تسجيل بالجامعة على مدى ثلاثة ايام بدأ من يوم الاثنين والثلاثاء والاربعة 23-24-25 ذو الحجة بفضل الله تعالى يستطيع الطالب ان يتعرف على عمادات شؤون الطلاب وانشطتها وبرامجها والاندية الطلابية التابعة لها كذلك يستطيع ان يتعرف على العمادات المساندة والبراكز والادارات المهمة التي لها علاقة مباشرة بخدمة الطالب يحصل الطالب خلال هذا الملتقى على بطاقته الجامعية ويشارك في صنع الشعار البارز لجامعة ام القرى من خلال هذه اللوحة اضافة الى التقائه باعضاء هيئة التدريس في القسم الذي قبل فيه والاجابة على جميع اسئلتي كان عندي سؤالين السؤال الاول عند جيت استنتر بطاقة استفدت شيء كامل وكان عندي السؤالين يعني لا تخصص حق هلها مجالات غيرت تخصص معين طلعا كذا خمسة خاصات الفيزة النووية والفيزة الطبية والفيزة الشعائية دخلت اليوم وكانت معايا الباركورد ومريت على تقريبا ستة نوادي ثم رحنا ندين المنطق الثاني اللي هنا ذي الجهة الثانية والحمد لله اربع كمناها وعطانا البطاقة الجامعية جامعة ام القرى احدى جامعات المملكة العربية السعودية تقدم خدمات علمية واجتماعية وطلابية لكافة منتسبيها وبرامج ملتقى الطلاب المستجدين يوضح لهم كيفية الاستفادة منها فهاء عسكر مكة المكرمة قال المبعوث الاممي الى اليمن مارتين جريفيث ان مشاورات جنيف قد تتأجر لبعض الوقت لكنها ستتم في نهاية الامر واضاف انه طلب مدة ثلاثة ايام للمشاورات ويتمنى لا تمتد الى ثلاثة اشهر وعرب جريفيث عن امله في اعادة اطلاق عملية سياسية تؤدي لحل النزاع في اليمن واكد انه يسعى لاعادة تفعيل عملية السلام وبناء الثقة بين الاطراف مضيفا ان هناك فرصة لتحقيق تقدم باتجاه الحل في اليمن وكان مفد الحكومة الشرعية اليمنية قد وصل الى جنيف اليوم المشاركة في المفاوضات وستنطلق في مقر الامم المتحدة في التطورات الميدانية وصل الجيش اليمني وبدعم من قوات التحالف العربي تقدمه في محافظة صعدة وسط انهيار لميليشيات الحوثي الانقلابية تقدم ميداني تحرزه قوات الجيش اليمني في جبهة علب بمحافظة صعدة التقدم جاء على اثر هجمات عنيفة شنها الجيش سيطر خلالها على قرى آل شريم والمحرق وقرية آل علي صالح حيث افادت المصادر ارتفاع خسائر الميليشيا الى اكثر من سبعمائة قتيل وجريح مع وصول الجيش الى اسفل عقبة مران بدت القوات المشتركة بتنشيط اجزاء كبيرة من هذه المديرية وفي قوة خاصة التابعة للقوات المشتركة محاصرة بعض الفلول والمجموعة الحوثية التابعة لايران وهي ما هي الا ساعات وسوف يتم القضاء على هذه المجموعة الحوثية وفي محافظة تعز قتل واصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوث الانقلابية خلال صد قوات الجيش محاولة هجوم فاشلة للميليشيا في شرق جبل الحصن بمديرية مقبنة تزامن ذلك مع تواصل المعارك العنيفة في مديرية حيفان بعد تمكن الجيش من السيطرة على جبل ذيبان وعدد من المواقع الاخرى في المديرية عماد حيدراء لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدن في تصريحات تسبق جلسة لمجلس الامن الدولي ستعقد غدا بشأن هجوم النظام السوري المتوقع على محافظة ادلب اطلقت المندوبة الامراكية الى الامم المتحدة تحذيرات لنظام السوري وحلفائه من شن هجوم شامل على المحافظة هلي وصفت الهجوم المرتقب بكارثة ستحيق بثلاثة ملايين مدنية وطلبت النظام السوري وداعمي بوقف حملتهم العسكرية لتاحة الفرصة للعملية السياسية والتي تقودها الامم المتحدة وكان الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريس قد حذر في تصريحات سابقة من وقوع كارثة انسانية في محافظة ادلب دعا رئيس هيئة الجدار والاستطان وليد عساف المواطنين الفلسطينيين الى اقامة تجمعات في قرية الخان الاحمر لايقاف تنفيذ قرار هدم القرية عساف قال ان هذا القرار التعسفي سيمنع الفلسطينيين من العودة الى القرية هذا وتعد قرية الخان الاحمر من بين خمس واربعين قرية فلسطينية سيتم هدمها والتي سيشرد على اثرها خمسة الاف نسمة من سكانها كما ستعزل بل ستعزل عملية الهدم مدينة القدس وتقسم الضفة الغربية وقد بذلت جهات دولية عدة ضغوطا على حكومة الاحتلال الصهيوني لايقاف خطة ازالة القرية لكن هذه الضغوط قوبلت برفض من سلطات الاحتلال البغيضة اعتبر الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتريس النزاع الفلسطيني الاسرائيلي اداة اساسية للتعقيدات في منطقة الشرق الاوسط جوتريس وفي رسالة بعثها للمشاركين في اللقاء الاعلامي الدولي للقضايا السلام في المنطقة جدت التزام المنظمة الدولية بتحقيق تسوية عادلة وشاملة لهذا النزاع على اساس حل الدولتين والذي من شأنه ايقاف الاحتلال الممتد منذ خمسين عاما ومعالجة كل القضايا المتعلقة بالحل النهائي اصدرت كل من الولايات المتحدة الامراكية وفرنسا وايطاليا وبريطانيا بيانا مشتركا رحبت فيه بنتيجة وسطة الامم المتحدة لوقف اعمال عنف في العاصمة الليبية طرابلس وضمان حماية المدنيين واكدت تلك الدول دعمها لجهود المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلام لاعادة الامن والاستقرار في البلاد واختتمت الدول الاربع بيانها بدعوة جميع الاطراف الليبية الى الامتناع عن اي اعمال تقوض اعلن وقف اطلاق النار والذي سيؤثر على امن المدنيين فضلا عن عرقلته لعملية السلام في ليبيا المزيد من الاخبار ولكن هذه المرة اخبار التقص والحوالي الجوية مع محمد الشري اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في النشرة الجوية تتوقع الهيئة العامة للارصاد وحماية البياء اليوم غد بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسيل والباحة ومكة المكرمة وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من المدينة النورة وكذلك الحال في تبوك كما تزداد نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة والآن نشاهدين الكرام ننتقل بحضراتكم لتوقعات درجات الحرارة على معظم مدن المملكة في مكة المكرمة أجواء غائمة جزئيا وتصل درجة الحرارة من 42 درجة مئوية وصغرى 31 درجة مئوية وفي المدينة 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 وفي المدين وأبها والطريق الموصل بينهما وأجواء غائمة جزئيا على جازان وكذلك الحال في نجران مشاهدين الكرام هذا كل ما لدينا في نشرتنا الجوية شكرا لطيب المتابعة نهاية النشرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته